مهندس حامد خليني أخذك إلى علاقة العمارة بالهوية هوية المكان كان لك حديث جميل تتحدث فيه مثلا عن فكرة المصر لما تسمع مصر مباشرة يتبادر إلى ذهنها أهرامات أهرامات أي الأثار التي موجودة فيها نعم لما تتذكر الأندلس ما تتذكر فيها صحيح قصورها ورناطة وقرطبة العمارة جميل لما تتذكر اليونان تشوف فيها أماكن حضارة في روما في نفس الوقت يا أخي الكريم المعماريون هم رؤساء الحربة في كل حضارة إنسانية جميل وإما تجي تحصل هذا تعبير جميل رؤساء الحربة لأنه ليخلق المكان صحيح قد يكون الطبيب طبيب وبارع إلى آخره لكن بدون خلق مكان مناسب له و الكفو بيئته بيئته تعطيه المستشفى تعطيه التصاميم تعطيه الأماكن الماضة نعم أخذ معك المطارات يعني مثلا المطار حل حركة بيور زي ما يقولون سيركليشن بروبلم حيث حركة سيارات حركة نقل حركة شحن حركة طائرات حركة بني آدمين إلى آخره فهو تحل المشاكل هذه حلت معاك صحيح لكن العمارة بحد ذاتها فنقائم يعني بحد ذاتها هو رأس الحربة في كل مكان